يسر الديوان الأميري أن يعلن للشعب الكويتي الكريم أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله قد زكى الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وليا للعهد وسيصدر المرسوم الأميري طبقا للإجراءات الدستورية وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد لقد استطاع سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح أن ينفذ بدقة تعليمات وتوجيهات والده الراحل واستطاع أن يقف مع الرجال من أبناء هذا البلد في حفظ الأمن والنظام في فترة كانت من أحرج الفترات في تاريخ دولة الكويت لقد تأثر سموه بكل القيم والخصال التي تحل بها والده رحمه الله ويزهد في الحياة والحلم وبعد النظر وكان ينظر لشعبه نظرة الأبي إلى أبنائه وسمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح عاصر الكويت العصرية منذ بداية نشأة الدولة وهو الابن الأكبر للرجل الذي أقام الكويت العصرية المرتبطة بأصالة الماضي الملتزمة بقيم الدين هذا الرجل هو سمو أمير البلاد الأسبق الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله تلقى سمو ولي العهد تعليمه العام في الكويت ثم سافر إلى إنجلترا عام 1951 ليلتحق بكلية عسكرية أعقبتها دورات متخصصة في شؤون الأمن والشرطة في الخارج انتهت عام 1954 وتدرج في مختلف المناصب بجهاز الشرطة والأمن العام إلى أن عين نائبا لرئيس الشرطة والأمن العام بعد دمج الدائرتين عام 1959 ثم عين وزيرا للداخلية في يناير من عام 1962 وفي ديسمبر من عام 1964 أسندت إليه وزارة الدفاع بالإضافة إلى وزارة الداخلية وصدر مرسوم أميري بتعين سموه رئيسا لمجلس الوزراء في الثامن من فبراير من عام 1978 كما يرأس بحكم منصبه مجلس الدفاع الأعلى والمجلس الأعلى للبترول ومجلس الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للإسكان والمجلس الأعلى للتخطيط وعرف عن سموه حبه لمطالعة الكتب التاريخية والعسكرية والأدبية ومن هوايات سموه صيد الأسماك والزراعة والتصوير